من صباح الخير لحضرتك لكل مشاهدين يا أهلاً وسهلاً أنا عايز أبدأ برسالة السيد الرئيس للمصريين ولمؤسسات الدولية واسمح لي أن أنا أقرأها حشان برضو أذكرها تفصيلياً فاضري فانا قال إحنا بنعمل في برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة ليها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد في العالم كله ويقال أنه حيبقى فيه رقود اقتصادي نتيجة تدعيات الأزمات إزا حاجة بتنظر هذه التصريحات طيب شوف فانا أولاً فخامة الرئيس ألقى الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي هو السابق والحالي اللي هو كان في 2016 ودعني أذكر حضرتك كنا الحمد لله نكحين وحتى كان ساعتها سعر الصرف أو الجنيه مقابل الدولار كان ارتفع قربة 30 جنيه تقريباً على ما أتذكر ثم حصل ابتدى ينخافض قربة 16 جنيه وكنا الحمد لله في تعافي كبير جداً في الأوضاع الاقتصادية سواء بقى تحولات المصريين سواء قناة السويس سواء كان فيها عندك بعض من الاستقرار الصناعي فابتدى تكون فيه زيادة في حركة التصنيع ابتدت الأمور تكون وضحة للمعالم جزئي حتى أصيب العالم بجائحة كورونا يعني أنا بذكر حضرتك في المشاهدة دي كان لها تدعات اقتصادية خلينا نجنب الأمور دي جينا في البرنامج الثاني طبعاً الضعف الاقتصادي العالمي أثر علينا واحد أن أنت طبعاً الدولة أغلقت جزء كبير جداً من يعني أوجهها الاقتصادية أثرت عليك اضطرت تلجأ للسندوق الثاني مرة علشان تعمل معاه برنامج إصلاح اقتصادي ودي نقطة في غاية الأهمية يعني إحنا ملتزمين أن عندك برنامج إصلاح اقتصادي حتى وقتنا الحالي مع صندوق النقد الدولي دي من كلام فخامة الرئيس بالأمس أن إحنا عندنا برنامج إحنا ملتزمين به اللي هو زي ما بيسمى كده الرشدة الخاصة من صندوق النقد الدولي لعلاج الأوضاع الاقتصادية داخل مصر ولكن الضعف وعدم القدرة في المجتمعية لتحمل عملية الإصلاح هو ده ما نهوه عنه فخامة الرئيس نهوه عنه في إيه؟ أن صوت الناس وصلت له بأكثر من طريقة عدم رضاهم عن الزيادة الكبيرة اللي حصلت في المحروقات اثنين جنيه طبعا دي كانت سابقة طبعا دي رقم كبير بيوسم خلينا فأقول لحدك في المتوسط يعني في المتوسط فده بيسمى كده عدم الكفاية المالية للأسرة المصرية هل ده يا دكتور مصطفى بيخلينا ننظر للسياسات المالية والنقدية ونعيد النظر فيها مرة تانية؟ أقول لك بصراحة؟ لحنا اتأخرنا اه طبعا اخرنا بطير احنا بص يا فندم دايما نشدنا نحاول والله نسأل بلسان الناس اه طبعا احنا فندم نشدنا كتير الناس بيكون فيه متابعة لعملات الإصلاح السياسة المالية السياسة المالية دي عبار عن ايه؟ ان هي وزارة المالية بتراجع دايما عملية السياسة الضريبية يعني الدرايب والسياسة الجمرقية اللي هي بتنعكس على المصنع وعلى ايضا كمان على كل أسرة وكل فرد بانتها البساطة المصنع النهاردة عشان تشتغل لازم تبقى عارفة السياسة الضريبية الخاصة بيها والسياسة الجمرقية هل هي تعلم ده دلوقتي؟ طبعا خلينا اقول لك طبعا طبعا طلعت الحزمة الأولى من السياسة الضريبية واعلنها وزير المالية في المؤتمر اللي قبل اللي فات مع دولة رئيس الوزراء ثم وعد ان قبل نهاية السنة دي هتحصل الحزمة التانية من عملية الإصلاح في السياسة الضريبية وكل ده بينعكس على عملية الاستثمار فان تمام بسرعة علشان نعالج الأمور دي كلها النهاردة في السياقة زي ما بتكلم دولة رئيس الوزراء وفخامة الرئيس تحدث بالأمس القضاء لازم الحكومة الدولة بالكامل تنتهج سياسة التشغيل سياسة إعادة المصانع تاني للمرة المليون للإنتاجية بالكامل إزالة المعوقات زي ما فخامة الرئيس قال أي مستثمر النهاردة فاندي بيزود إنتاجية في السوق بيخفض من عليك فطورة الاستراض أو يعني انت بتستبدله بانت بتستغنى عن العملة الأجنبية ده أمور لازم تكون واضحة أمام من أدنى مسؤول لأعلى مسؤول احنا بقنا كتير قوي بنتكلم في القصة دي يدكر مصطف طيب معشان كده ليه ما بناخدش خطوات جادة أو خطوات ملموسة يكون ليها التأثير الاقتصادي فعلا اللي احنا دلوقتي بنأموده شوف فاندي خلينا أكون واضح مرة